الحمد لله والصلاة والسلام على وصول الله أولا تقدموا الشكر الجزيل لقناة نيوز بليس على هذه الاستضافة فعلا كما تعلمون وعلموا الجميع الودادية الحسنية للقضاة هي عضو في الاتحاد الدولي للقضاة وبالتبعية هي عضو في المجموعة الافريقية للقضاة وقد شاركت مؤخرا خلال الأسبوع الماضي في مؤتمر المجموعة الافريقية الذي انعقد بمنروفيا بدولة ليبيريا والذي كان تحت عنوان العدالة في عصر المعلومات الحديث أعطيكم في البداية فقط محاور المؤتمر هذا المؤتمر كان تم محور حول ثلاث محاور أولا تعزيز استقلال القضاء ثانيا مواكبة التطور الرقمي وثالثا تجويد العلاقة مع الإعلام بالنسبة للمحور الأول استقلال القضاء فتعزيزه كان من خلال مجموعة من العناصر منها على المستوى الاقتصادي خاصة دعم القدرة المادية للاستاذ القضاء حتى يستطيعوا أن يكونوا في منأة عن كل المؤترات المادية كذلك توفير البنيات التحتية والبنايات التي يشتغلون فيها والموارد البشرية والمادية في هذا الإطار هناك أنصر عنصر الاستقلال وكذلك المواكبة الرقمية بحيث أن الكل الآن يستعمل الرقمنا والوسائل الإلكترونية والتكاء الاصطناعي كذلك كان هناك محور حول الإعلام وعلاقة القضاء بالإعلام تعلمنا جيدا بأن هناك علاقة جدلية بالقضاء والإعلام والمؤتمر كان يدرس سبول تطوير هذه العلاقة والرقيبية والسمو بها لما فيه مصلحة الجميع وما فيه مصلحة العامة نعم الويدادية الحسنية للقضاء تشتغل في إطار خارط الطريق تعمل على تجاهين أولا نهتدي بهدي أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله الله رئيس المجلس آية السوطة القضائية في سياسته التي تنحو إلى الانفتاح على العمق الإفريقي ودائما يدعو إلى إفريقيا من أجل إفريقيا والتعاون جنوب جنوب في هذا الإطار وفي إطار ما يسمى بالديبلوماسية الموازية تشتغل الويدادية الحسنية للقضاء في الاتحاد الدولي للقضاء وفي المجموعة الإفريقية بالخصوص للتعريف بالتجربة المغربية وكذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تدعم عمل الجمعيات المهنية في هذا الإطار الويدادية الحسنية للقضاء استعرضت خلال هذا المؤتمر تجربة المغرب في استقلال السلطة القضائية وهذه تجربة التي ناجحة بجميع المقاييس والتي أصبحت الآن مثال يحتدى في إفريقيا هناك عدة دروس يمكن استفادتها من تجربة المغربية فمعلوم أن المغرب خلال دستور 2011 أعلن أن القضاء أصبح السلطة أو سمي بسلطة قضائية لأول مرة في دستور 2011 ثم استقل القضاء عن باقي السلطة عن السلطة التنفيذية والتشريعية كذلك نيابة العامة في المغرب استقلت عن وزارة العدل فمعلوم أن وزير العدل سابقا كان هو رئيس نيابة العامة الآن رئيس نيابة العامة هو السيد الوكيل العام لأنه محكمة النقد رئيس نيابة العامة الذي يعينه أيضا طرف جلالة الملك وهذه تجربة ناجحة ومتميزة ففاق فيها المغرب مجموعة من الدول الإفريقية وحتى الأوروبية التي ما زالت فيها نيابة العامة تابعة لوزارة العدل المغرب له دور كبير على المستوى الإفريقي فنحن كقوضات لدينا مجموعة من الزملاء نشتغلوا معهم في هذه المجموعة الإفريقية وفي الالتحاد الدولي ونعرف بالتجربة المغربية ونفتح الأبواب نفتح الأبواب لمن يريد أن يطلع عليها وحتى لا نكون فقط نتحدث بكلام معهم نحن ندعو الزملاء الأفريقاء لزيارة المغرب وقد وجهنا مجموعة من الدعوات حتى يقفوا عن كتب ومباشرة على ما شهده المغرب في مجال السلطة القضائية من تقدم ومن استقلال كبير ومن حماية للحقوق والحريات ومن تنظيم محكم للإدارة القضائية لذلك فالمغرب له دور كبير وهناك مجموعة من الأفارق والأشقاء الذين أبدوا رغبتهم في المجيء إلى المغرب وفي الطلاع على التجربة المغربية ونحن كجمعية مهنية نسعى إلى التعريف ببلدنا لأن هناك أمرين هناك من يجهل التجربة المغربية وهناك من لديه معلومات مغلوطة عن التجربة المغربية فمن يجهلها نحن نعطيه المعلومة وندعوه لكي يأتي إلى المغرب ومن له معلومة خاطئة نحن نصحح له هذه المعلومة ونعطيه التجربة المغربية كما أنزلت الحسنية للقضاء تدعم استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم استقلال القضاء ودعم الضمانات المخورة للقضاء فنحن نشتغل أولاً داخل المغرب في إطار مجموعة من الورشات ومجموعة من الندوات لتعزيز هذه الضمانات وكذلك على المستوى الإفريقي نحن نشتغل في هذه المجموعة لتعريف أكثر ولتعزيز هذه الضمانات كذلك كانت هناك فرصة في المؤتمر الأخير الذي حضره السيد رئيس الودادية الأستاذ محمد ردوان برفقة سيد كاتل عبد الدكتور ريحية الزلوطي والسيد يوسب منعيلات منستقل لجنة الشباب والذين قاموا بمجهودات كبيرة ومرافعات لكي يجلبوا المؤتمر في نسخته المقبلة إلى المغربية نعم في هذه النسخة التي كانت في ليبيريا تم الترافع من أجل أن تكون النسخة المقبلة في المملكة المغربية وقد حضي ذلك بالإجماع يعني جميع الدول التي كانت حاضرة صوتت لفائدة المملكة المغربية لكي إن شاء الله سيكون في النسخة المقبلة سيكون المؤتمر في المغرب وستكون فرصة لنا للتعريف أكثر بالجربة المغربية ولتدعيمي والاشتغال على هذه المبادئ الأساسية التي تأتي فيها استقلال الصوت القضائي ثم التطور الرقمي وما إلى ذلك من الأمور التي نشتغل على داخل الودادية الحسنية للقضاء كلمة أخيرة نحن العمل الذي نشتغل فيه في إطار الجمعية المهنية هو عمل مرتكز أولا على القانون أن الدستور 2011 هو الذي منح الحق في تأسيس جمعيات مهنية ولكن الودادية الحسنية القضاء لديها تاريخ فقد أسست سنة 1996 بإذن مولوي سامي وأخذت اسم المغفور له الحسن الثاني طيب الله وتراه واشتغلت قبل أن يأتي دستور 2011 لفتح المجال لجميع الجمعيات كذلك لدينا مرجعية نشتغل عليها نحن نستند عليها في الودادية الحسنية وهي خطاب جلالة الملك سنة 2000 وجوج والذي أمرنا فيه بالاشتغال في إطار دعم إصلاح منظومة العدالة وعلى المستوى الدولي أيضا كما أن الودادية الحسنية القضاء تساهمت في الإصلاح منظومة العدالة وأدلت بدلويها للهيئة العليا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ونحن الآن أخذنا المشعل ونستمر إن شاء الله للعمل من أجل مصلحة القضاء ومصلحة القضاء في إطار السياسة الرشيدة لجلالة الملك رسال الله وإيداه وشكرا لكم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا ومعنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر